انت تصدق ان جمهور الاهلي بتطوالد بطارد رياض محرز من السعودية وده ليه يا بول كابتن لانه لم يحترم المملكة العربية السعودية على حسب وصفهم ده كمان اللي اصدمك مش جمهور الاهلي بس اللي بيطالب بدا ده الجمهور السعودي ككل اهلاوي ناصروي هلالي كل ايه عام مكة الكلام ده هقولك ان محرز اتحط قدام النار دلوقتي بسبب حاجة هقولك عليها وانت اللي تحكم اذا كانت صح ولا غلط خلال مواجهة الاهلي وضمك في الدور السعودي وقبل المباراة نزل نجوم الفرقين الارضية الملعب وهم حطين شال اليوم الوطن السعودي وده مش في بس مواجهة الاهلي وضمك ده بيحصل في كل المواجهات في الدور السعودي وطبعا دي كانت لفت رائعة لكن اللي صدم الجماهير ولفت انظرهم بمختلف انتمئاتهم هو عدم ارتداء رياض محرز لهذا الشال كان طالع مش لابسه وانه كان الليعب الاهلاوي الوحيد اللي قام بالتصرف الغريب ده حسب وصف الصحفيين طبعا ابو الكباتن الموضوع ده معداش كده محرز تلقى انتقاداته واسوباب رهيب جده انت ازاي تعمل كده وانت ما بتحترمش المملكة العربية السعودية ولازم تضطرد وحاجات زي كده كتير جده وتفعلة الجماهير الاهلاوية تحديدا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع التصرف الغريب لمحرز ده مع مطالبات البعض بترده من المملكة العربية السعودية كلها فانت اراك بولكباتن في تصرف راود محرز